acceptable باي باي كون بارحب باكوا في الحلقة الجديدة einenelen m ao y facebook اليوم سأجاوب عن سؤال عزي اقدر اتعامل مع شخص كان بيحبني وبيهتم BEC جدا واةهتمام غير طبيعي، فجأة بorerى اتجاه Latta بر dudes ملاقب على مستجزي إذا كانت من البيت 50 او 40 ثانية بعد اي خلال قادش في 30 او 40 ينوح يجب ان كان البيت 50يع بعد أربع حمسة اس recipient باتصل مبيرضش عليا ما بيكلمنيش نوزل يومين تلاتة ما بنتكلمش معني الشخص ده أنا مرتبطة بيه كم خطيبي بقى حد بحبه وتقافر علاقتي بيه إيه بدأ يتجهلني يعني هي از أو شي از اجنورنج مي أعمل إيه تادي تاريون ده أكتر سوائل بتسائل على الفيسبوك وعلى إستجرام وعلى اليوتيوب يعني إيه السؤال ده عنده فانتز كثيرة قوي أنا بقى أقول لكم الشخص اللي بتجهلك ده بتجهلك ليه احنا لازم نشوفه بتجاهلك ليه الاول هل هو بيتجاهلك فعلاً او مش بتجاهلك انه ممكن يكون مشغول فعلاً مشغول مش فاضي طبيعة شغله انه ما يقدرش يمسك الموبايل ويرد عليك او انه هو بيقفل موبايله فاول حطوة لازم تعملها تتأكد هل الشخص ده فعلاً بيتجاهلك ام انه عنده ظروف ممكن يكون حصلته مشاكل عائلية مشاكل اجتماعية عنده مشاكل ما بيعرفش يرد عليك قاعد رقم واحد تأكد انه بتجاهلك حاجة تانية او قاعد رقم اتنين شوفه بتجاهلك ليه اول حاجة فيه لهفة البدايات البدايات دي عشان احنا نتجاهلها لهفة البدايات دي هم دايماً نخدو بالكم ان اي علاقة في الدنيا الكرفة بتاعها الاهتمام بيبقى عمل كده لانا في الاول عايز الشخص القدام ده مش مضمون انا مش متاح عايز ابهره عايز اخطفه عايزه جيلي وهو مش بتاعي أصلاً فانا عشان اشده وعشان اصطاده بقى وانت الشخص ده لازم اعمل ايه بقى لازم ان انا يعني اهتم بقى وديله وقى جرعة اهتمام زيادة زي الدواء كده مش زيما بناخد الابردوز في البداية بعد كده نبدأ نقلل الجرعات فده الطبيعي يعني الطبيعي دايماً الاهتمام في البداية هيبقى اكتر ماشي طب الشخص ده بطل ماشي هو المفروض الاهتمام يقلبس ما يختفيش يعني مش لدرجة ان هو يتجاهلك طبيعي ان هو الاهتمام يقلقى طبيعي جداً في اي علاقة في الدنيا حتى في الشغل اقولوك على مثال بسيط جداً يعني انت في الشغلك مثلاً في البداية كده بتبقى داخل وعندك passion وبتروح الشغل وانت بتبذل كثيرة جداً عشان انت عايز تتفوق وعايز تنجح عايز تعمل مجهود كبير جداً عشان تثبط لهم في الشغل ان انت يعني ثلاث شهور بتبقى ممكن فجأة يقول لك مع السلامة يا حبيبي والقلب دعي لك فتبقى عايز تثبط ان انت جدير بهذا العمل فبتبزل مجهود بتهتمة اكتر بتروح بدري وتتأخر وتعمل اكتر من المطلوب منك وتكسيد expectation بعد كده خلاص لما حضرتك بتثبت وتعاط صنة كيف من الاهتمام يا تراحك ايهاتمام سنتين ثلاثة بعد عشر سنين تلاقيك هكذا في البيت يعني اروح اشغل اللي هي افرا Oak قولوا لي الكلام ده مظبط ولا لا ان شاء اللي علاقات الاجتماعية في حاجة ما رأنت حاجة معينة ماذا لعلاقات واملوكم شاورت تحت بالتابة إبيتاته انا اصلى 4 عام ونص الفجر فقيسوا بقى لألاقات العطفية تخيلوا بقى لألاقات العطفية طيب الشخص ده بيت جاهلني ليه بيتجاهلني عشان أنا مهتمة بالزيادة يعني أكيد أنت شخص مدلوق اتدلقت بقى هو مسكك في إيد ضمنك ضمن وجودك كده حطك في جيبه وعارف أن أنت موجود مهما العمل أنت موجود ما أنت بتستحمل عارف أنت مش هتسيبه عارف أنت مش هسيبك أنت متبت فيه فهو اهتم مهتم أنت كده وكده مضمون وما يكون عارف احتياطي لأن أنت موجود ما أنت بتستحمل ما أنت مهما العمل فيك أنت أوكي أنت open minded بتستحمل وخلاص أنت شخص available يعني عندك أنت متاح بالزيادة شخص متاح بالزيادة فطبيعي جدا أنه يهملك طبيعي جدا أنه هم يهتمش بك طبيعي جدا أنه هو يدنوريو عشان أنت لعملت في نفسك كده فدائما مش دائما خيروا الأمور الوسط يعني العلاقات بتاعكو ولا تتدلق قوي ولا تبعد قوي لازم تبقى في الوسط وأنا برجح نظام المرايج يعني الشخص ده كلمك تتكلمه اتصل بك تتصل بك بعثلك مسجد ترد عليه يعني ما تديش قوي قوي زيادة عن لزوم أي حد هيدي زيادة عن لزوم الشخص القدامه هيعتبره خلاص أنت بقيت حق مستحق بتاعي وأنا ما عنديش أي استعداد لأن أنا أديلك أي حاجة تانية لأن خلاص أنا أديلك ليه ما أنت بتشغال لوحدك يعني أنت من غير محط لك بنزيم العربية دي لازم تحط لها بنزيم علشان تشتغل وتمشي هل أنت كنت هتحط فيها بنزيم لو مش حالة تعرف كده جدا أنها ماشي لا يبقى أنت لازم ساعتها تقلل الاهتمام لازم تعمل stop كده لازم يبقى فيه حزم فإن أنت توقف الاهتمام بالزيادة وتوقف اتصالاتك وتوقف مسجداتك لأن لازم تاخد موقف كل ما أنت متاح كل ما أنت بتتصل كتير وما يردش عليك تتصل تاني وما يردش تتصل تاني وتقدر تبعت يفتح المسجج تلاقيك بعد 50 60 70 مسجج هو أصلا بيرد عليك بربع كلمة والله دقيقة ما تكلمت في الموضوع ده فخلاص ساعتها بقى لا معلش السوري أنا مش ما بيستر بتاع حضرتك يعني ساعتها خلاص هو ما بيهتمش بيتجهلك تبطل تبعت مسجد تبطل تتصل تبطل تهتم تبطل تكلمه تبطل تسأل عنه لو فيه أصحاب مشتركين ما تجيبش سرته خليه دور عليك خليه حس بغيابك كل ما الشخص ده هيحس ان انت بدأت تختفي يحس ان هو يكون هو مهتم بيك ومعجب بيك بجد اما هو لو انت مش فارق معاه صاري يعني بدأت تختفي يقولك يالله مع السلامة أحسن برضو أنا فاضي فكل ما هو حس باختفائك حس ان انت مش متاح حس ان انت بدأت تتغير حس ان فيه حاجة مش مظبوطة هتلاقيه خاف ترجع تاني تضبط لين هو مش عايز يخسرك حتى لو تقل او حاجة ا Zo'ce Đh هايبقى حس يعيز مسك بيك فبالتالي اختفي منتنتصالでش وقت اهتم بنفسك في الفترة دي عشان الابنات متahlen بأذي فاتري خ Odhen انزلي program اهتم اهتمي بشكلك. اهتمي ببوشوليتك. اعملي موسيقات على فكرة عشان تبقي حلوة. اتكلمي مع اهلك. خروجي مع اصحابك. اعملي شوبينج. قادي نزلي بدولابك كده. وعملي ري ستايلينج. خليك الستايلس بتاعت نفسك. وعملي بقى زبطي تقوم على بعض. قاديك وهدومك. فحسني في نفسك في الوقت ده. اشتغلي على نفسك. طوري من ذاتك. طوري من نفسك. او طور من نفسك. انش بكلام على فكرة على الرجل او ستكوم اللي تنسيان في الفيديو ده في فيديوهات مواجهة للستاك في فيديوهات مواجهة للرجالة. لا ده بوث يعني ميوتي والفينشور يعني. ميوتي والسكشوال. اش عارف ايه ده. طيب. انا خلاص. لو انا شاهدت الشخص ده. يبقى لازم اتقل. لان هو لو تقل. لو هو ما تجاهلني. يبقى انا مدلوقة بالزيادة. او انا مدلوقة بالزيادة. يبقى بطل للدلق. ارجع لورا بقى عشوين خطوة. ارجع لورا خالص. كأنه لسه كن غريبا. هتبقى انه لسه شخص غريب معك. شوفه لما كنت غريب معاه. لما يتصل بك ما تردش عليه من اول مرة. ابعاد لك ميسج مش تروح تجري زي الله بالله طال كده ترد عليه في زيادة اللحظة وتشوف الميسج على طول. لا ما تفتحاش اصلا. ما تصلش بك. ما تصلش بيه. ما تصل بيه يعني. هو خلاص يعني هو على راسه. هو على راسه تاج وانت مثلا ابن البطة الصودة. لا خلاص. طيب ان شاهدت رجع يكلمك. رد عليه. بس ما تردش عليه بقى. اللي هو حاش تاني. انت فين? انت كنت فين? انا على فكرة كنت بالعكس خالص رد عليه بو انتهى البرود. لازم الشخص ده يحترمك. يرسبكتي ويررف ان انت عندك حاجات رولز. عندك عندك اثيكس. عندك حاجات ما يفعش ان انت تغيرها من نفسك. ولازم تعمل لنفسك حدود ما حدش تخطاها. انا ما كلمكش ثلاث مرات وانت ما تردش علي. لا لازم لما انا كلمك تحترموا كلمتي وتكلمني التاني. لما انا ابعت لك ميسج لو مشغول ابعت لي قولي ام سوبر بيزي دل الوقتي لما افضح اكلمك. ما تتجهنيش. ما تقبلش ان حد يتجهلك. ما تقبلش ان حد يقلل من قيمتك. لازم يكون عندك استحقاك. لازم تكون حاسس بقيمة نفسك. انت نوي حد يهملك او يقلل من ذاتك او يقلل من قيمتك ليه هو يفكر نفسه مين. طيب. على فكرة يا جماعة. الثقف النفسه مهمة جدا. انت لو شخص هو ثقف نفسك وعارف قيمة نفسك. هتبقى شايف ان ما يحدش يستهل ان هو تجهلك. لا. على فكرة ان احنا لو سبنا بعض مليون الف واحد اتمنيني غيرك. يعني. فانت مش اخر شخص في الكوكب والارض كله. فانت عشان كده عايش. ما تخليش حد يعايش الدور عليك. لا. انت شخص وافق في نفسك. عارف قدراتك. عارف امكانياتك. نوي حد يتجنك عليك. عشان كده يا جماعة تقل صنع. او بقول دايما خيروا الامور الوسط. ولا تتدلق على حد بتحبه وتهتم بالزيادة وتدي بالزيادة وتفضل تدي تدي. فحس ان انت اللي بتعمله ده خلاص بقى. انت اللي بتهتم وانت اللي بتقدم هو ما بعملش اي م مجهود. ما هو مش محتاج يعمل مجهود لان انت شغال وحدك. لا. خليه عمل مجهود. خليه يتعب عشان يوصلك. خليه يتعب علشان ترد عليه. خليه يتعب. انت مشغول. يقولك ما بتردوش على ايه. انا شخص بزي على فكرة. I have so many things I have to do it. يعني. انت ما بتردوش على مكلماتي. ليه? مش فاضي. ما بتردوش على مساجاتي. ليه? عندي نذاكرة. عندي شغل. عندي عندي كورسات. عندي خارجة مع صحابي. بقى في الموبايلي. خليك دايما الناس الأشران على ف يحبه. مش أشرار بقى اللي هو. يعني. ما تبقاش بقى الشخص اللين أو يضطري بالزيادة. يا جماعة. الأشخاص الطيبين أو يصزك. ما تبقاش شخص سيزك. أحمق. ويستهام بي. اوعى هتخلي حد يستهام بيك. اوعى هتخلي حد يستهام بمشعرك. اوعى هتخلي حد يهام بمعيدك. لو حد ما اخترمش معايده معاك لغمن حياتك. ما اخترمش مكلماته معاك. ما اخترمش الروز اللي انت تعملها لنفسك. يبقى لازم يكون عندك رولز. رولز د ما حدش تخطاها. حدود. حط حدود لنفسك. وعرف الشخص أو البورتنر بتاعك ده حدودك. علشان ما يتخطاهاش ويبقى عارف حدودك. يلزى بحدوده معاك. مهم جدا ان انت البورتنر بتاعه يبقى فيه المتس كده. وفيه باريرس عليه ما يعرفش يتخطاها. ما ينفعش أصلا. فبس يعني. هو ده موضوع التجاهل يا جماعة. ببساطة شديدة جدا. باختصار شديد جدا. بصة انا متقوقعة في نفسي. وعمل لفس الجاكت يعني بصراحة الجو برده قوي قوي عندنا هنا في التجمع. قوي قوي. وانا كمان في الريسابشن فالسانواليك وقلب لكم الكاميرا. فانا ده الاستوديو بتاعي. استنوا كده. انا ايه ده الكاميرا فيه. فانا قاعدة في الريسابشن فالجو برده قوي. قوي. ساعة 4 ونصف فجر يعني. فاني شي. قولولي بقى انتوا بتعملوا ايه لم حد تجاهلكم. بتتصرفوا ازاي. حكولي كده قصصكم. ناشي. بس آخر حاجة عايزة اقولها. ما تخليش اي حد في الدنيا هي الزقطة. نسك. نخليش اي حد في الدنيا. يقلل من احترامك لنفسك. نتخليش اي حد في الدنيا. يازم تكون عارف قيمة نفسك. وحد مش هيحترمك مع السلامة. هيجي مليون الف وحب بعدي على فكرة. انت مش اخر قطع في الكوكب يا مامي او يا بابي. تانكيو. بحبوكو. بقولولي رأيكو. بتتعاملوا ازاي مع لما حد بيتجاهلكو. بحبوكو جدا جدا. بحبي مواضيع الالاقات قوي. يعني مش هولي انا اكسبورت في موضوع الالاقات. بس بقولوكم. اشتركوا 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 في القناة اشتركوا في القناة